السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وكل عام تيخرج شي حاجة جديدة في حياتي بحلاء عامي كين شبيده وعامتي بركوين وكل عام مهم يخرج شي حاجة جديدة ومنين قولوا لي عندك الطبيب قولنا تمنخصكم الطبيب انا صحيح انا ما مريتش عدو بسكين مرض نفسي لا اله لا اله لا اله ويصوم ماشي ما يصومش هي بعقله بعقله لكن مرة مرة كي ذا تصرفات غريبة اي انفصام في الشخصية كي يكون مرة سوي ومرك يوقع لانفصام لا اله الالله اولي الاسمية اش من عين اجدرتوا لي هاد عشر سنوات ما درنا لي تحاجة حيرنا دوخنا صاروتنا مني مني كتجيب لي بحلقة شفقي ايه تهرب واسبق لكم ديتوا عن طبيب شي سبيطان شي صحة ما يبغيش لنا ما عرفش ما شاء الله الله يشافه ويعافيه يا رب اطلوب انك تدعي لنا معه ولكنش حل توريه لنا الله ايها للا سمية باذن الله الواحد لاحد الله يشافه ويعافيه لا اله الا الله لا اله الا الله غالبا هذا المرض اللي كيصيب بعض الشباب في بعض البوادي هو ما كيكونش مس شيطاني هو كيكون عبارة عن مرض نفسي وكيقدر يكون الانسان اربما بضرفيه معينة اربما عنده في سن المراهق عادة اولاد في البوادي كيكون عندهم طموحات عندهم رغبات عندهم عواطف ومن اللي ربما لا تنبى لهم هذه الراغبات والعواطف كيدخل في الصراع مع نفسه خصوصا ما كيلقاش الصدر الحنون دي الوالدين او ربما انه كيلقى سيدو غوطات نفسية من عدة جهات فكيتساب واحد مرض نفسي غريب وتشخيص ديالو كيتطلب واحد الجلسات مختلفة كين هاد النوع اللول كيكون مرض نفسي خصو الطبيب وخصو الدواء كين نوع اخر من الامراض هو ان الانسان كين سموهنا في الدريجة كيتشير كيقدر يكون كيمشي للخلا كيمشي للخلا كيعيش مع البهيم هالبقار هالحوالا كيدخل الكوري وربما لهذا الاماكن مضاعي الابل ومضاعي المواشي قد تستقر بيها بعض المخلوقات الغريبة فكين قولو كيتشير كيتصاب واحد الصفعة ومن البعد كيعد فقد السيطرة على التفكير العقلي ديالو كين نوع اخر اللي كيتصب بالعين كيقدر يكون ود العائلة عنده واحد الجمالية وعنده واحد الوضوح اوخ دام دمار كيدمار في البلاد كيمشي في الصباحة بكري ويسقي ويجيب البهيم والناس كيشوفوا فلان را عنده ولده فلان هو اللي در الطيلة وكيضربوا بالعين والعين حق ويل لمن اشرت الى الصابع ولو بالخير ايه الاسباب كثيرة ومتعددة العلم عند الله كيف مدى اصاب هذا الاخ لا بد من جلسة لكي تحدد حقيقة المرض اللي عنده وش هو نفسي وش هو روحي وش هو عنده علاقة بهموم ومشاكل على كل حال الفقه ديال الطالب ديال الجامع ربما البركة ديالهم زيانة يقرأ كلام الله تعالى في البركة ولكن خاصه متخصص اللي يجلس معه ويتحاور معه مرة وقعت لي واحد واقعة واحد سيد في البادية عنده نفس المرض ديالاخ ديالك هاد شاب تقريبا وصل كيقرأ وكيسترح البحيم وصلت تنوية البكالوريا امرض لهم واحد المرضى وليكيش الباب كيدخل ويغلق عليه الباب وحتى واحد ما يوصل له وتباك الله معاكبر اه 18 عام ولا قوي ولا شديد ولا راجل اللي قرب ليه يضربه وجابوا لي الفقيد يالدوار جرع ليه معافوش مال هاد الولد هادا وليه يزوين وغزال ودمار ديالك النوع اللي كيدمر كي مشي الصباح بكري مع السروية يخرج البحيم ويديهم ويرجع للمدرسة ويقرأ في المدرسة ويرجع من المدرسة يرجع الدروس دياله ويعاود يمشي يجيب البقرة ويدخله من الكوري ومشي يسجي ويدير هنا ويدير الهيث وحد مهار بدون سبب مسبق الدري تخلط في ناسه وليه يدخل يخرج في الخطرة اللي يتكلم معه كي يدخل يخرج معه في الخطرة أخله مدره معه مسكين الاب دياله معذب والأم معذبة ويلي بغي دره أي حاجة في الدك يقولون مجلسو تهو وحد ما يتحرك وليه يتحرك ينو يبغي يضربو الاب مسكين تحير وحل نروح للصديق يقلي ديزين من السماق يلي أجي نشوف وحد ناس من العائلة تخلنا شفنا بحلقك ويقول لي وحد لفقين جعلناك من المدينة سلم بغي نسلم عليه ما بغيش يسلم عرفني غنقرأ ليش ود القرآن الكريم ويطردنا خرجوا في حالتكم سيروا خرجوا من الدار قلت لكم سيروا خرجوا والو مام عمروا لنا كستتي غنشربوه قلنا شنبتو قتاي وزيدوا في حالتكم وكيطرد واحد طرد غريب الاب مسكين حشم والعائلة حشم قلت ما خلوا مسكين لها مريض ليس على المريض يحرش خليه يقول لي بغى او من البعض بكلي غنقراش ود القرآن الكريم قال لي ما تقراش قلت لي مش يعليك انا عنقر القرآن الكريم بقيت نقرأ كلام الله تعالى ومسكين هو وقالس وبقيت نقرأ كلام اللحظة واحد اللحظة كيقول لي ارى ما تقرأ ارى ما تقرأ وطورة استرحزب كتقرأ كتقرأ كيقول لك وها بقى تقرأ وها مغانسمع لك وانو والله لاسمع دلك شي حاجة كتقرأ كتقرأ كتوصل لواحد الحد معين ومسكين هو يوقع لي انهيار وبدأ يتراعد كله كتراعد القرآن الكريم كي شرب منه كي وقع لي واحد النوع من شمية وبدك يشكي بوحده وضربوني ورا كتجيني في الليل ورا كالناس بوحدي وكتجيني كتجيني واحد المرأة شكو دي هاد المرأة وما عارتش كونه هي واسميتها عيشا ونمت اسميتها ورا كتدين لي وقاتي منشيش المدرسة وقاتي يبع عدمل هذا وقاتي يصدق ليك ابقات مسكين كيقول شي كلان وكيكشف ما بباطنه هو كي وقع لي واحد المس كيتم بحل لك العاشقة كتصيب العاشقة وكتجيني واحد المرأة وكتمنعه من اي حركة وكتبغيت نفارد به انه يدخل بيتاعه يسد الابواب يتفضه ما يتحركش نهائيا وإلى خرج يمشي بعيد مع البهين ويبقى بوحده هي العزلة أول حاجة دي العلاج هي أننا تنحيد لي العزلة نحاوله ما أمكن ندخله يقلس مع الجماعة وملك يقلس مع الجماعة فيبدأ يتغير وخيق يتقلق ويتوتر نبقى معه لا نتحاوره معه نبزو عليه في الحوار نتكلمه معه نعاود نحاور معه يا عيرني ويسبني وما ندويش معه ليس على المريض يحرج وسبحان الضال عظيم هادي يوليد تجاوز ديك المرحلة وده برا في صحة وعفية جيدة وده برا كدوز تلقيت مؤخرة قيلك بغي يدير الفلاحة يدير البيطرة بعد البكالوريا مزيان كتشجعه كتعطيه أمل وما كتتكلم معه دي ما كتقول إن شاء الله غدين العرس وغادي نحضره لك الزفاف ديالك وهنا هتكون الخيمة وهنا غيكون منصة وكتخطيش أخبار سارة وكيبدأ ينشارح وعينيك يتحلوا ومن البعض كي يقدر ديك البركة دي القرآن الكريم كلام الله كلام الله كيشرب منها وكيتنفس تدريجيا اليوم تلتي ايام اربع ايام اسبوع صاف الدري رجع الهيئة دياله وازلت عنه ديك الحالة نطلب الله تعالى أختينا السمية الله يشافي الأخ ديالك اللهم شافيه وعافيه يا رب وياك كريم الإخوة معنا الله يجزيكم بخير هذا النسره مع الدمين والمرض النفسي إلا عندك في البيت وحد شاب عنده مرض نفسي رمشي هو اللي مريض رأى العائلة كلها مريضة اللهم يا رب وياك كريم أنت القوي وأنت الخالق وأنت البارئ اللهم شافيه وعافيه اللهم رزق السكينة اللهم بحق قولك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك اللهم اشرح صدره ويسر أمره اللهم وزرع في قلبه السكينة والطمأنينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم شافيه وعافيه وداوه بدوائك اللهم آمين يا رب العالمين قولوا جميعا آمين 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 يا رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله